تسلم غبطة البطريارك لويس روفايل ساكو في بغداد النسخة الرسمية للأمر الديواني الموقع من رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتسمية غبطته بطرياركا الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم وولي أوقاف الكنائس الكلدانية في العراق تنفيذا لقرار محكمتي الرصافة والكرادة وقد عبر البطريارك ساكو عن شكره لرئيس الوزراء بمضمين هذا القرار النبيل الذي يسهم في تثبيت المسار الدستوري وإعادة الانتظام وفق مسار الخير العام الممتدي لأربعة عشر قرنا كما تقدم غبطته بالشكر والامتنان من المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية الشيعية والسنية والمنظمات الحكومية وكل الأشخاص الذين ساندوه في أزمة سحب المرسوم